بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم عاملين إيه رب تكونوا بخير إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم أسرع ماسك ممكن تعمليه في حياتك هو ماسك ماء الورد ماسك ده يا بنات ليه فويت كتيرة جدا لإن مية الورد مفيدة جدا جدا للبشرة زي ما احنا شايفين كده دي مية الورد يا بنات ده نوع نظيف فيه أنواع في السوق بس أنا بفضل أجيب قطر النادى لإن بحس إن هي كويسة شوفوا يا بنات يعني مكوناتها كتيرة جدا شوفوا أول حاجة بتحارب التجعيد زي ما احنا شايفين كده مكتوب عليها بتحارب التجعيد وكمان بتحد من قسرة الدهون اللي في البشرة الدهنية وكمان بتعالج تهيج الجلد وبتمنع زهور حب الشباب والبصور السودة وبتعالج كمان حاجات كتيرة بتدي يعني بتشير الشوائب اللي في البشرة وبتنظفها بتديك نظارة ونعومة وترتيب بجد مية الورد مفيدة جدا يا بنات شوفوا ازاي احنا هنعمل دلوقتي المسك ده اول حاجة معي النهاردة مية الورد تاني حاجة يا بنات هيكون معانا الشيت ماسك زي ما احنا شايفين كده بتجيبه من عند اي محل مستحضرات تجميل متوفر البتاع دي بس يا بنات بجنيه هنشوف هنعملها ازاي اول حاجة هيكيب كده طبق عندي فاضي وفضي الشيت ماسك هو عبارة عن كابسولة شوفوا يا بنات انا فضيتها اعطتني الشكل ده هحطها هنا كده وهبدأ اخد مية الورد هضيفها عليه زا ما احنا شايفين شوفوا يا بنات شكلها عامل ازاي عايز اقرب لكم الكاميرا شوفوا شكلها بقى عامل ازاي خلاص هيها لفكرة يا بنات سحبت مني المية اللي موجودة كلها مية الورد اللي انا حطتها السحبت وشوفوا بقت عاملة بالشكل ازاي هبدأ دلوقت افتحها قدامكم ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي شوفوا يا بنات انا فتحتها شوفوا عطياني بشكل الوش ازاي طبعا بتاخديها تحطيها على بشرتك انا مزودتش غير هما معلقتين المية الورد اللي انا حطتهم وخلاص اخدها بقى كده حطها على بشركي واسبها حوالي ربع ساعة لحد ما البشرة بتاعت بتنتص مية الورد اللي موجودة في الشيت ماسك دي بجد يا بنات هتديك نظارة مش هاقولك مش هتبطلت تستخدميها على فكرة ممكن تعملي كده كل يوم قبل ما تنامي بجد مفيدة جدا للبشرة انت هتشوفي النتيجة بنفسك لو عندك تجعيد هتبدأ تقل هتديك لماعين كده وترتيب وبصوا مش هقولك بجد فوائدها كتير جدا متمنى ان انتو تجربوها والموضوع سهل جدا معلقتين مية الورد على كابسولة من كابسولات شيت ماسك بجني واحد بس هتعملي احلى ماسك شوفكو على خير ان شاء الله في فيديو جديد ما تنسينيش بقى في اللايك والشير وتعمل اشتراك لو كنتي اول مرة تشوفيني شوفكو على خير سلام عليكم